أعلن على بركة الله افتتاح مؤتمر القدس وأرحب بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين كما أرحب بصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وأرحب بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية دولة الضيافة كما أرحب بالسادة الوزراء الخارجية والسادة رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية والضيوف في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة واسمحوا لي أن ألقي كلمتي الافتتاحية لهذا المؤتمر الهام فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أصحاب المعالي والسعادة الديوف الكرام السيدات والسادة اسمحوا لي أن أرحب بحضراتكم جميعاً في الجامعة العربية بيت العرب العرب الذين جمعتهم قضية فلسطين والقدس مثلما لم تجمعهم قضية أخرى القدس الحاضرة في الوجدان العربي والإسلامي حتى وهي تحت الاحتلال فقد شهدت تاريخ احتلالها من قبل ثم ما لبث وجهها التعددي الحضاري المتسامح أن عاد مجدداً ناصعاً جلياً وشاهداً على ما تمثله هذه البوابة بين الأرض والسماء من مكانة خاصة لدى اتباع الديانات السماوية جميعاً ولكن القدس اليوم تأن تحت الوطأة ثقيلة الاحتلال غاشم لا يكتفي بالاستيلاء على الأرض وإنما يسعى أيضاً لتبديل الهوية وسرقة الزاكرة وتمس التاريخ إن هذا المؤتمر يُعقد تنفيذاً لقرار اتخذته القمة العربية في الجزائر في نوفمبر الماضي بدعم سمود أهل المدينة المقدسة أهلنا المرابطين في القدس والصامدين بكرامة في مواجهة سياسات وإجراءات إسرائيلية بالغة التطرف تهدف إلى القضاء على الهوية الفلسطينية وتمس الوجه التعددي للمدينة وتهويدها بشراً وحجراً وإفراغها من سكانها الفلسطينيين عبر القمع وتضييق الخناق وهدم المنازل وغير ذلك من الإجراءات المنافية للقانون الدولي الإنساني أقول أن هدفنا هو تعزيز سمود المقدسيين على أرضهم لأنهم أصحاب هذه الأرض تلك بيوتهم التي يراد إخراجهم منها على مرأة من العالم كله وهذا هو تاريخهم الذي يراد محوه تاريخهم وتاريخنا نحن جميعاً نحن العرب مسلمين ومسيحيين الذين نتطلع إلى المدينة المقدسة بخشوع بخشوع بالغ ومحبة راسخة في القلوب لأنها جزء من ذاتنا وهويتنا الدينية والحضارية والقومية إننا ومن خلال هذا المؤتمر نخاطب العالم كله ونسمعه صوتنا القدس مدينة تحت الاحتلال بواقع القانون الدولي لا مجال للجدل في هذا ولا يمكن تغيير وضعها التاريخية أو مركزها القانونية بإجراءات أحادية أو باستعراضات سياسية لا هدف لها سوى مكاسب داخلية يسعى لها أعضاء في حكومة يمينية متطرفة يهدفون لتسجيل النقاط مع ناخبيهم نريد من العالم أن يرى الواقع على حقيقته المخجلة والمفزعة وأن يدرك خطورة ما يسعى الاحتلال إلى تكريسه في القدس الشرقية وفي البلدة القديمة وفي الأقصى المبارك وهنا أقول أن التطرف لا يولد إلا تطرفا مضادا والسعي إلى تقسيم الأقصى وطمس وجهه الإسلامي والعربي لن يقود سوى إلى إزكاء الاضطرابات والعنف بلا نهاية ننا نخاطب العالم كله من خلال هذا المؤتمر بمحاوره السلاثة السياسي والقانوني والتنموي لكي نسمعه صوت الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال والعرب الذين يدعمون صمودهم النبيل ونقول أن تعزيز هذا الصمود هو واجب ومسؤولية على كل العرب بل هو واجب على محب السلام وداعم التسامح والانفتاح في العالم على التساعه فالقدس جزء عزيز من طراف الإنسانية وإرثها الحضاري وضمان استمرار الوضع التاريخي والقانوني فيها دون تغيير لحين التوصل إلى سلام دائما ونهائي هو صمام الأمن للاستقرار الإقليمي والعالمي إن هذا الحضور الكثيف اليوم وتلك المشاركة على أعلى مستوى من القيادات العربية وموثل المنظمات الدولية والإقليمية لا بد أن توصل رسالة للعالم أجمع بأن القدس بأهلها وتراثها ومقدساتها تتعرض للخطر وأن استمرار الأوضاع الحالية واستمرار السياسات القمعية التي يتبعها الاحتلال سيفضي إلى مزيد من التوتر والعنف والكراهية إن حل الدولتين وهو البديل العقلاني الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتعرض لتقويد ممنهج ومستمر على هذا الاحتلال الإسرائيلي ومن دون أفق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة فإننا لا نترك للفلسطينيين سوى الأحباط واليأس وعلى محبي السلام في العالم السعي والعمل بجدية من أجل إنقاذ حل الدولتين من أيدي المتطرفين وكاره السلام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته